مجلس النواب حيث استعرض المجلس 15 رداً على الحكومة بشأن الاقتراحات برغبة معظم الردود التي أتت لم تذكر أرقام يعني معظم أصحاب السعادة النواب وأنا منهم تطرقنا إلى أن هذه الردود تحدثت عن استراتيجيات ولكنها لم تورد الاستراتيجيات تحدثت بأن الحكومة تدرس ولكن لم تورد لنا أحصائيات أو أرقام أو حتى مدد أو تواريخ لتحقيق هذه المقترحات المجلس رأى بردود الحكومة عدم الجدية في معالجة هذه المشاكل ولكن المجلس ناقش كذلك هذه الردود بشفافية وبحرية وكان معظم الأخوة النواب داخلاتهم غير راضيين عن هذه الردود تلوحات بعدم الرضا ومطالبات بمزيد من التعاون من قبل الحكومة الموقرة أبداه النواب خلال جلستهم ولكن هناك من ذهب إلى أن التعاون بين النواب أنفسهم يجب أن يعاد النظر فيه اقتراحات برغبة هي طاغت على جلسات المجلس في كثير من الجلسات ومع الأسف أن تنفيذ الرغبات قليل جدا من ناحية تنفيذ ناحية الحكومة وبالنسبة للنواب اقتراحاتهم برغبة يعني يجب من وجهة نظر أن تكون شوي أقل لكي نحافظ على مكتسبات من الحكومة أنا أطلب من أصحاب السعادة النواب أن يتعاونوا مع بعضهم البعض أيضا التعاون وجسور التعاون دائما موجود من الأساس حسب ما يأتي به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الله يحفظه ويطول عمره بأن يقول دائما في مجلسه الأسبوعي أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دائما في تواصل وفي تعاون دائم ومستمر البعض الآخر أعرب عن شيء من الرفض في التطرق للمقترحات برغبة التي تركز في الغالب على خدمات بلدية في إشارة إلى أن الدور الرئيسي لمجلس النواب هو الرقابة والتشريع يانا 15 رد من الحكومة كلها خدمات بلدية مثل إزالة السيارة المهجورة ممشى، عمل ممشى، إنشاء مرفع للصيادين كباين، نقل القراجات كل هذه الأمور خدماتية يعني هي معانية بمجلس البلدي أكثر ما هي من مجلس النواب بس تم نقشته كم تقريبا ساعة ونص يناقشون النواب يريد أن المجلس النواب يركز على الرقابة والتشريع أكثر من الخدمات التي من اختصاص المجلس البلدي وفي بند مشاريع القوانين وبعد نقاش مستفيد وفق النواب على مشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي يقضي بأن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام كل من روج أو برر عملا إرهابيا سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين